معركة المعارضة في تونس متواصلة وتتواصل معها موجة الاحتجاجات التي تطالب في مجملها برحيل حكومة النهضة ساحة باردو في العاصمة شهدت انطلاق تظاهرة أول أيام ما أطلق عليه أسبوع الرحيل التظاهرة الشعبية التي دعت إليها المعارضة شهدت مشادات كلامية بين عناصر من رابطة حماية الوطن والمواطن وحركة نداء تونس وكان القيدي في حركة تونس محسن مرزوق جدد في كلمة ألقاها بضرورة استقالة حكومة النهضة واعتبر أن قبولها مبادرة الاتحاد العام للشغل حلا مخشوشا وكانت النهضة أعلنت في وقت سابق قبول مبادرة الاتحاد العام للشغل لفتح حوار لكن المعارضة ترى أن النهضة لم تتخذ إلى حد الآن أي قرار جدي لحل الحكومة وهو ما رأت فيه المعارضة مناورة لطمأنة الناس مع شكوك بأن النهضة ستستمر في المجلس والحكومة وكأن شيئا لم يكن شكوك جعلت المعارضة مصممة أكثر من ذي قبل على إسقاط حكومة النهضة وحل المجلس التأسيسي وتعيين حكومة كفاءات وطنية تترشح للانتخابات المقبلة هنا محمد بخشم العربية